بعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر على هجمات الثالث عشر من نوفمبر ما زالت فرنسا تعتقد أن من أمر أو أمر بها قاتلوا وربما قتلوا في سوريا وكي لا تتكرر هذه المجزرة التي أودت بحياة 130 شخصا وأوقعت مئات الجرحى في باريس يرى الرسميون والخبراء هنا أن استعادة عناصر داعش الفرنسيين من سوريا هو أقل الخيارات سوءا بعد إعلان الأمريكيين عن قرب انسحابهم لكن المشكلة تتكمن في الصيغة القانونية التي سيعاد هؤلاء بمجيبها لا يمكن التعامل هنا بين دولة ودولة لأن هؤلاء معتقلون في قسم من سوريا يحكمه الأكراد وهم ليسوا دولة هذه التفاصيل القانونية لا يتوقف السياسيون كثيرا عندها فمارين لوبين تعتبر استعادة عناصر داعش إجراما بحق الفرنسيين فيما يرى منهم على يمينها أنه يجب نفي هؤلاء إلى جزيرة كاغلان الفرنسية في المحيط الهندي سياسيون ونواب من أحزاب أخرى يخشون أيضا عودة عناصر داعش تركهم في السجن بعد عودتهم يعني انتقال عدو الإرهاب بين السجناء أو يضعوني في سجن واحد وهذا سيكون داعشا جديدا على الطريقة الفرنسية بتقديري سيزداد خطر الإرهاب بعودتهم يجب محاكمتهم حيث هم موجودون الآن وكانت الولايات المتحدة دعت قبل أيام الدول التي يحمل مقاتلون من داعش في سوريا جنسياتها إلى استعادتهم كي لا يفر من سجانيهم بعد الانسحاب الأمريكي تبقى الأولوية بالنسبة للحكومة هنا ألا يفلط عناصر داعش الفرنسيون من أيدي سجانيهم في سوريا قبل استعادتهم والمجيء بهم إلى فرنسا لأن مخاطر سجنهم هنا تبقى برأي خبراء أقل بما لا يقاس من مخاطر اعتماد خيارات أخرى حسين قنيبر العربية باريس ترجمة نانسي قنقر